السلام عليكم طلاب مفاهيم رياضية اليوم درسنا تكاملات الاثترانات المثلثية نبدأها بقوانين القوانين هاي جاي من عملية عكس الاشتقاق منعرف ان مشتقة السين كوسين فتكامل الكوسين بعطينا سين مشتقة الكوسين ماينس سين مشتقة التان سيكن تربية تكامل السيكن تربية بعطينا تان وهكذا اذن في عندنا القوانين التالية هي عملية عكسية لقواعد الاشتقاء كوسين ax زائه b dx واحد على a تكامل ناقص كوسيكن تربيع X تكاملها لAX زائد B ناقص لاحظوا أي شيء بيبدأ بالC معه ماينس واحد على A كتان AX زائد B زائد C يعني الجواب أي تكامل إذا بدأ بحرف C مع حرف C في إشارة الناقص تكامل سيكن تان سيكن تان مشتقة السيكن فتكامل سيكن تان نفس الزاوية الخطية واحد على معامل X مضروب في سيكنت AX زائد B زائد C وآخر قانون تكامل كوسيكنت AX زائد B كتان AX زائد B ناقص واحد على A كوسيكنت AX زائد B زائد C فهذا ملخص القوانين اللي منحصل عليها مباشرة من عكس قواعد اشتقاق الأذكرانات المثلثية الآن مثال أجري التكاملات التالية بدنا نحسب عدة تكاملات الآن الحل أول تكامل الأول تكامل كوسين 3X DX بساوي تكامل كوسين سين بس واحد على معامل X سين ثلاثة X زائد C الثاني تكامل سيكنت تربيع 4X زائد واحد تكامل سيكنت تربيع لأختران خطي واحد على أربع واحد على معامل X تان نفس الزاوية 4X زائد واحد زائد C ثلاثة تكامل سيكنت خمسة X تان خمسة X زائد كوسيكنت تربيع واحد ناقص X أيضا الزاوية خطية BX يساوي سيكنت تان زي السؤال السابق أحد الأسئلة مشتقت مين السيكنت تان مشتقت السيكنت فواحد على معامل X سيكنت خمسة X زائد خلصنا هذا تكامل واحد على خمسة سيكنت خمسة X تكامل كوسيكنت تربيع زائد تكامل كوسيكنت هي مائنس كوتان الزاوية نفسها على معامل X هينقص واحد خليني نكتبها معامل X كمان سالب واحد زائد سي إذن فالناتج واحد على خمسة سيكنت خمسة X الناقص مع الناقص راحة زائد كوتان واحد ناقص X زائد سي لأن أربع تكامل من زيرو إلى باي على أربع سيكنت X تان X تكامل سيكنت تان هو سيكنت X سيكنت X حدودها من صفر إلى باي على أربع بتساوي سيكنت الباي على أربع ناقص سيكنت الزيرو كلنا بنعرف المفروض أن C كانت مقلوب الكوسين فأنا لو عرفت كوسين باي على أربع وهو واحد على جذر اثنين السيكنت تصير مقلوب يعني جذر اثنين الآن كوسين زيرة واحد واحد على واحد بتظل واحد إذن فالجواب جذر اثنين ناقص واحد تذكير بالصفحة الثالثة كوسين تربية زائد سين تربية هذه الطبيقات حكيناها في السابق لنذكر فيها كوسين تربية a زائد سين تربية a تساوي 1 واحد زائد ثان تربية a تساوي c تربية a 1 زائد كوسين تربية a تساوي c تربية a سين 2 a تساوي 2 سين a نص cos a يعني ضعف الزاوية هون نص نص سين تربية a تساوي 0 في 1 ناقص cos ضعف الزاوية cos تربية a 0 1 زائد cos ضعف الزاوية اللي في الكوسين تربية الآن سؤال احسب تكامل cos x زائد sin x لكل تربية الخطوة الاولى طبعا التكامل قوس لازم كون جوته خطي إذا كامله مباشرة ما عندي خطي لازم أتخلص من القوس يعني من فك القوس cos x زائد sin x لكل تربية dx يساوي من فك القوس مربع الاول cos تربية x اثنين في الاول في الثاني زائد مربع الثاني sin تربية x dx الآن إذن ها اكفكنا احنا القوس هذا الحد مع الحد هذا مجموحهم يساوي واحد فإذا يصير التكامل واحد بدأ كوسين تربية زائد sin تربية حطنا واحد زائد هذا الحد اللي بالأوسط يساوي اثنين sin x cos x هو نفسه يعني يساوي sin 2x dx الآن يساوي تكامل 1x تكامل cos minus sin minus 1 على معامل x cos 2x زائد c إذن هذا جواب فرع الأول الثاني كوتان تربية x تكامل كوتان تربية x فالكوتان تربية x فيه متطابقة 1 زائد كوتان تربية بساوي كوسي كنت تربية طب ليش فكرنا أن نستخدم هذه المتطابقة الجواب لأنه ما في عندي قانون لا تكامل كوتان تربية ولا التان تربية فهدول الكوتان تربية والتان تربية أول شيء من طبق متطابقة بتحولهم لكوسي كنت تربية أو تربية إذا عندي تان تربية فهده بتصير كوسي تربية x ناقص 1 لأنه 1 زائد كوتان تربية تساوي كوسي تربية فالكوتان تربية تساوي كوسي تربية ناقص 1 الآن ميمكن نكاملها تكامل كوسي تربية minus كوتان x ناقص كوتان x ناقص الواحد تكاملها ناقص x زائد c مثال ثاني احسب تكامل ساين تربية 3x dx وكوسين تربية x 2 dx الحل رح نستخدم متطابقة ساين تربية وكوسين تربية بدلالة ضعف الزاوية فتكامل ساين تربية 3x متطابقتها اللي رح نستخدمها نص خط النص برده التكامل تكامل 1 ناقص كوسين في 2 كوسين بس في حالة الساين تربية هون ناقص في حالة الكوسين تربية زائد ضعف الزاوية كانت الزاوية 3x بتصير إذن هنا 6x dx بسير التكامل نص في تكامل الواحد هو x ناقص 1 على 6 ساين 6x زائد c الآن منفك القوس نص x ناقص 1 على 12 ساين 6x زائد c الفرع الثاني نفس الفكرة بس المتطابقة كوسين تربيع تساوي نص 1 زائد كوسين ضعف الزاوية كوسين تربيع السؤال x على 2 dx نص من القانون المتطابقة نص تكامل 1 زائد القانون في كوسين تربيع زائد كوسين ضعف الزاوية الزاوية كانت x على 2 وضربها ب2 بتصير x dx بتساوي إذن نص في تكامل 1 x وسين x تكامل سين x زائد c وممكن أفك الغرس الآن سؤال ثاني تكامل كوتان x تكامل tan x تكامل secant x هذه الراحة يعتمد على القانون تكامل g prime x على g dx يساوي lin g x زائد c نبدأ بالحل الفرع الأول تكامل كوتان x dx بساوي cos x على sin x حولت كوتان cos على sin الآن مشتقطة المقام موجودة في البص إذن فالتكامل لن مطلق sin x زائد c الثاني تكامل tan x dx ممكن أكتب tan هي sin x على cos x بس بس مشتقط cos سالب sin فإذن شو بحتاج أعمل بحتاج إني أضرب بره وجوه بسالب يعني سير سالب تكامل sin x نضرب ها بسالب cos x dx x